السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم معي في فيديو جديد اليوم سأقوم بعمل الحليب المكسح في المحلة بطريقة بسيطة خالص و مكونات موجودة في كل بيت و يطلع معك يقام مظبوط و زي الجاهز بالظبط يلا نبدأ بسم الله و نشوف المكونات ايه معي كبات سكر بودرة كبات حليب بودرة نصف كبات مياه سخنة و معلقتين كبار زبدة مكوناتنا سهلة و بسيطة و كمان طريقة التحضير ما فيش اسهل من كده هنحط الحليب البودرة و السكر البودرة و معاهم مكعبين الزبدة معلقتين يعني زبدة و نص كباية من المياه السخنة هنقلب بس المكونات بمضرب كده سلكي يدوي لحد ما كلها تدوب كده وتنسجم مع بعضيها و كده يبقى الحليب المكفف بتاعه جاهز اقدر استنى ما يبرد او احطه في التلاجة واستخدمه بعد كده في اي وقت قوامه مثالي جدا طبعا هو هيتقل كمان شوية لما نحطه في التلاجة شايفين قوامه رائع و طعمه كمان زي الجاهز بالزبط و مكونات بسيطة خالص و ما خدش معنا وقت ولا مجهود و كمان طريقة حفظه بقى ان احنا نحطه في برطمان و نشيله في التلاجة بيقعد في التلاجة اسبوع او ممكن تشيله في الفريزر بيقعد معاك لحد مدة ثلاث شهور بطريقة بسيطة خالص اتمنى الفيديو النهاردة يكون للاعجابكم ما تنسوش بقى لايك و شائل و اشترك في القناة لو عجبكم الفيديو اشوفكم على خير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة